والحضارات القديمة كان العلماء ألفون كتب بأصغر حروف بدون نظارات وكلهم عمرهم مكبار هذا اللي ثار انتباهي لي أجدوا لك ما يلبسون مناظر ويشوفون وإحنا رأسا أول ما صح غوشت ركض لبسنا مناظر فوجدت بأن رب العالمين خلق 12 كرينيال نيرف هذا عصب دماغي يجهز الجسم كله للعين واحدة من يضطي ستة لعني إلا بها حكمة ست عضلات ببكان أربعة للتحريك يعني إلا حكمة العضلات من تجي ترتبط بالعين إذا كان واجبها للحركة المفروض تتصب بالمحورة بينما بينما هو الواقع بده تتصل مسافة خمسة مليمتر إلى سبعة ونص مليمتر بحيث تحضن كرة العين إذا وهي إرادية أي تقلص يطولها وإي ضغط من الأمام والخلف يقصرها وإحنا علميا فيزيولوجي تغيير واحد مليمتر يغير لك ثلاث وحدات بؤرية من يغير ثلاث درجات يعني أنا أقدر العين مرينة أنت تقدر من أسوي هي تشوف مثل الطوبة اللي بيها مرونة فهذا اللي خلاني أرجع على هالمبدأ والشيء الثاني كنت تعرف بالطيل طيب يعني شلون هسه واحد يقدر يستغني عن النظارات بدون أي تداخل جراحي سهلا شلون من أني عدي إرادة أغير طول العين وعدي أعصاب أجهز الجسم الهدبي المسؤول أن تغير تحده بالعدد يعني هسه هاي ما يفهمها المشاهد بس شلون يعني أشوي تمارين أخوي عضلة تمارين تمارين ما طول العضلة هذه أقدر أنا أحركها إرادية صحيح مضبوط ما طول العضلات العين أقدر أنا أسيطر عليها إرادية أقدر أقويها أقدر أخلي صورة وارحة بالتركيز مبدأي موجود علميا العضلات والأعصاب للجهز الأجانب الله يوفقهم يقولون الجسم الهدبي ما يجهز بعض عصاب إرادية أنا أثبت لهم بأن الجسم الهدبي يجهز بعصاب إرادية من قبل السيلياري غانجليا والقسيريان غانجليا هذا أنه يستلمن عصاب إرادية وتروح إذن القصة قصة تمارين 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 يعني أنت من التريق تطول هاي التمارين التمارين أي عضلة أنت تريد تقويها شقد تطول بعدك نفس المبدأ يعني أنت أنا أريد أصير جمال جثماني أخش للنادي وأطلع أصير جمال جثماني لا لازم تقوي العضلة حتى تقوي العضلات أكو تمارين أطبقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر